حكاية اتكلمت فيها قبل كده لكن انا شايف الاستمرار فيها بقى شكله غريب في بعض القنوات الاجنبية وبعض القنوات الاخوانية وهو الاكبر اللي هو الاستمرار في نغمة ان المصريين بينتحروا من القهر والفقر ومش عارف ايه انا بس اللي بقوله حاجة الارقام احنا اتكلمنا في الموضوع ده وجبنا الارقام وسألنا الاسئلة اللي هم مش عايزين يسألوها هو بالرقم ولا بالنسبة لو بالرقم الناس في انجلترا بتنتحر اكتر من الناس اللي في مصر ده معناه ان الناس اللي في انجلترا مهورة الناس اللي في سويسرا بتنتحر اكتر من الناس اللي في مصر طب هي بالنسبة طب لو بالنسبة بعدد السكان يبقى عدد السكان في مصر أكبر فتبقى الناس بقى أهل على فكرة يا جماعة ما فيش أي مشكلة أن انتوا تقولولي أن الوضع في مصر اقتصاديا صعب عنه يعني داش إيه احنا كل ما سر أن الوضع الاقتصادي في مصر صعب عنه يسوي الناس بتناضل وتكافر إنما تلقى خلاص قنوات الإخوان دي وفهمنا هو الراجل كل ليلا طالع عايز يلطش أي حاجة عايز يقول أي كلام إنما أما تبقى قناة مثلا زي البي بي سي وهلا بتاعه لها طب ده أنت راجل المفروض بقى بتاع أرقام وإحصائيات وبتاعه أنا عايز أفهم إيه الحكمة من تصدير أن البشر تنتحر في مصر أنا مستعد أقولك على مليون حاجة تقلقين أكتر من هذا الموضوع طب أنتوا عرفتوا الشاب بدأنتحر ليه طب عرفتوا إيه هي أسباب الانتحار طب عرفتوا هم كام واحد طب عرفتوا الدول النسب بتاعتنا للدول اللي في المنطقة العربية طبقا لعدد السكان قدي طب عرفتوا الأبحاث الاجتماعية والنفسية بتقول إيه ولا إجابة على ولا سؤال من ده وعلى فكرة إحنا هنا في مصر شخصيا يمكن ما عندناش الإجابات إنما هو تصدير حالة من حالات اليأس وتصدير حالة العاو زي الفيديو اللي كان عصه أحمد منصور للريس إنه الرئيس بيقول اللي انتحر ينتح وطلع طبعا كله كذب ومقصوص ومتاخده طب لغاية إمتى جماعة نتعام مع بعضك يعني أنا عايز بس والله العظيم أنا مش ضد المعارضة ولا ضد إن إحنا نقول بعض حاجة غلط وحاجة صح بس لو سمحت لو سمحت أما تقول لي حاجة قل لي فيها زلال من الحقيقة حتى مش الحقيقة يكون فيها زلال يكون فيها جزء من الحقيقة إنما اللي افترى والظلم والكذب حرام